أين اختفى كامل؟ في قرية من القرى الجبلية توجد مدرسة يقصدها تلاميذ الدواوير المجاورة وفي منتصف السنة الدراسية اتفق الجميع على مشروع رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن التاريخية تحمس الأساتذة والأستادات ونشط المتعلمون والمتعلمات وفي الموعد المحدد استعدوا وفي الطريق أنشدوا وما إن وصلوا حتى وجدوا أنفسهم في صحراء قرب شاطئ ذي مياه زرقاء عرفهم القائد على المسكن الذي سيقيمون به وكلفهم بإكمال سقفه جمعوا قطعا خشبية من الجوار وتبتوها بالمطرقة والمسمار ثم أضافوا فوقها بعض جريد النخل رأى القائد ما صنعوا وأثنى عليهم فتشجعوا تطوع بعضهم لطهو الطعام لكنهم لم يجدوا ولاعة لإشعار النار صاح حازم ما رأيكم إذا جربنا احتكاك الأحجار أجاب كامل بافتخار أنا من سيشعل النار في المساء شكرهم القائد على المجهود الذي بدلوه في طهو الطعام ودعاهم إلى تنظيم أمسية فمتلوا مصرحية وغنوا أغنية اتفق القائد مع كامل على لعبة تكون مفاشأة لجميع الأصدقاء في الغد حادث ما لم يتوقعوه بحثوا عن كامل فلم يجدوه كون القائد مجموعات صغرى وشرع الجميع في البحث وهم حيارا إلى أن وجدته إحداها داخل كوخ خشبي كان باب الكوخ مغلقا بقفل كبير ووجدوا رسالة تخبرهم أن مفتاح القفل موجود فوق جريد نخلة قال حازن عن أي جريد نخلة تتحدث الرسالة تناقشوا وأخيرا تذكروا جريد النخل الموجود على السقف لكنهم ما وجدوا سلما فتسلقوا أكتاف بعضهم حتى وصلوا وجدوا المفتاح ثم خلصوا زميلهم بنجاح فرح قائدهم وقال لا يعجز الناس إذا تعاونوا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر